إن شاء الله اليوم ننكمل تطور النشاط الثقافي في الأردن اللي هو تكملات الدرس الثاني تمام؟ درس الثاني عرف الثقافة أو همية التعضي الثقافة عنصر الأساسية في تقدم المجتمع المجتمعات ويحصيل التطور في المجالات الإنسانية جميعا من تراث، فنون، أداب علل بدأ النشاط الثقافي الأردن من تأسيس الإمارة أو من مظاهر دالة على الوعي الثقافي في عدد الإمارة أو مظاهر دالة على الوعي الثقافي في عدد الملك عبدالله الأول لما بحكي عن الإمارة طبعاً شباب أنت تعرفوا لي عهد الإمارة كان بلاطن الملك عبدالله قصده بلاطن المكان ملتقى الأدباء والشعراء وغيره تمام؟ والمفكرين وكان تطبيقه المنهج ديمقراطة تشجيع صدار الصحف والمجلات وغيرها طيب أشهر في الصحف الصادرة في عدد الإمارة في عدد الملك عبدالله الأول سمي هذه الصحف صحيفة الحق يعلوه صحيفة الشرق الأردن التي تغير اسمها للجريدة الرسمية عام 1926 من الصحف التي صدرت في عدد الإمارة الشرق العربي ضع دائرة الصحيفة التي تغير اسمها للجريدة الرسمية هذا السؤال الوزاري كان السنة الماضية اللي هي الشرق العربي خلينا نيجي إلى تعريف دائرة الثقافة والفنون دائرة الثقافة والفنون ونشطة الحركة الثقافية في العردن بدأت أسيس دائرة الثقافة والفنون بقول اهتمت بالكتاب والمثقفين والفنانين ودعم إنتاجها الفكري وأسست سنة 1966 وكانت جزءا من وزارة طبعا شباب تعريف دائرة الثقافة والفنون هي اللي تهتمت لنقطة اللي تحتهتمت بالكتاب والمثقفين ودعم إنتاجهم وتأسست بيس انت 1966 وكانت جزءا من وزارة الإعلام وصيحة والأثار هذا هو تعريفة لهوي ليش نشطت تمام نشوف مظاهر تطور ثقافي في العردن بعد تأسيس دائرة الثقافة والفنون بال66 هي ممكن سنتها بال66 تجيك متى تأسست دائرة الثقافة والفنون صدور المجلات الثقافية كمجلة أفكار تأسيس قصر الثقافة رابطة الكتاب الأردنين ورابطة المسلحي الأردنين مؤسسة آل البيت والفكر الإسلامي مظاهر تمام الملك حسين بن طلال بالثقافة وتطور الثقافة في عاده لأن نشطة الحركة الثقافية في الأردن بدأ تأسيس دائرة الثقافة والفنون عام 1966 والتي اهتمت بالكتاب والمثقافين والفنانين ودعم إنتاجهم الفكري وكانت جزء من مزارة الإعلام والسياحة والأثار تعددت مظاهر التطور الثقافي فيما بعد بصدور المجلات الثقافية كمجلة أفكار وتأسيس قصر الثقافة ورابطة الكتاب الأردنيين ورابطة المسلحي الأردنيين مؤسسة آل البيت والفكر الإسلامي حرص الملك عبدالله الثاني على ارتقاء بالحركة الثقافية وضح ذلك من خطلال خطاب العرش السامي اللي هي ستظل الحركة الثقافية موضع الرعاية والاهتمام من خلال دعم الكتاب والمثقافين وتقدير الإبداع والبعد والإيجاد وإيجاد المؤسسات التي تساعد في النهوض بالحركة الثقافية من أبرز الإنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عد الملك عبدالله الثاني عندك ست نقاط في بعض منهم إيجاب الوزارة علل إعلان عمان عاصمة الثقافة العربية للألفين واثنين ليش؟ تير بالك عليها لتأكيد القيمة الحضارية والمدنية وإظهار ما تزخر به من تراث عريق وإصدار الكتاب في مختلف حقول المعرفة وعقد المحاضرات والنودوات كمان إعلان مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة الأردنية إن شاء الهيئة الملكية الأفلام بالألفين وثلاث ليش؟ لأنها مؤسسة حكومية بتهدف تطوير صناعة مواد مرئية يعني هي بتساعد الناس على فهم الواقع عن طريق التمثيل إنشاء مراكز ثقافية جديدة في المدن الأدري مثل مركز الملك عبدالله الثاني الثقافة مدينة الزرقاء مركز الأمير الحسين الثقافي في مدينة إمعان إطلاق مهرجان القراءة للمجتمع للجميع اللي هي بين قسين مكتبة الأسرة والذي يعاد من المشاريع الوطنية الرائدة والتي بدأت بال2007 بهدف إصدار العديد من المؤلفات في شتى المعارف الإنسانية وبيعها بسعار رمزية للحث من القراءة والاهتمام بالكتاب تشجيع السياحة والثقافة مع مثال ليه أنشئ متحف العردن في منطقة راس العين في مدينة عمام دير بالك عن نقاط هاي ملياني معلومات وممكن تيجي النقطة ويجع عليها سؤال كمعلومي المدينة التي تم الإعلان عنها لتكون عاصمة الثقافة العربية عمام كيف أكدت القيمة الحضرية لمدينة عمام وظهر ما تزخر به من تراث عريق في عاد الملك عبدالله الثاني كيف إعلان عمام عاصمة الثقافة العربية أصدار الكتب في مختلف حقول المعرفة عقد محاضرات وندوات من أبرمه عن إبراز أو أبرز إعلام الفكر والثقافة في العردن إقامة معارض الفنون التشكيلية عرف المهيئة الملكية للأفلام أنشأت بال2003 وهي مؤسسة حكومية تهدف لتطوير وصناعة مواد مرئية ومسموعة قادرة على المنافسة عن طريق تطوير القدرات البشرية والفنية والمالية آخر إشي بالدرس الثاني اللي هي مهرجان القراءة للجميع مهرجان القراءة للجميع مهرجان القراءة للجميع هي أو مكتبة الأسرة يعد من المشاريع الوطنية الرائدة التي بدأت عام 2007 بهدف إصدار العديد من المولفات في شتى المعرفة الإنسانية وبيعها بسعار رمزية للحث على القراءة والاهتمام هالتعريفة متحف الأردن أنشأ لتشجيع السياحة الثقافية طبعا إذا قال لك عرف متحف الأردن بتقول أنشأ لمتحف في منطقة راس العين بمدينة عمان ويحوي آثار الأردن التاريخية وكان يشجع السياحة الثقافية اكتسب الأردن مكانا مميزا في مجال القطاع الصحي محليا ودوليا بسبب الإنجازات المهمة التي حققها الأردن هون بعطينا المجلس الأعلى لشهون الأشخاص المعوقين سبب إنشاؤه مجلس أسسه بموجب قانون حقوق الإنسان المعوقين عام 2007 ليشكل المنصة القانونية الحقوقية لهذول الأشخاص طيب الإنجازات أو إنجازات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إطلاق مبادلة مدرستي بالتعاون مع زهر التربية والتعليم وتوفير غرف أو لذوي الإعاقة إنشاء نظام معلوماتي وطني لأشخاص ذوي الإعاقة تقديم منحة سمو الأمير رعد بن زيد ليش قدم سمو الأمير رعد بن زيد للمعوقين هي المنحة حتى يدعم الطلبة ذوي الإعاقة للملتحقين بالجامعات الرسمية توفير فرص العمل لأشخاص ذوي الإعاقة إطلاق مشروع خط الطوارئ اللي هو للصوم بالتعاون مع إدارة القيادة والسيطرة التابعة لمدرية الأمن العام تنفيذ حملة وطنية توعوية تحت شعار مكاني بينكم طيب إيش المبادرة التي تعنا بتوفير غرف صفية لطلب الذوي الإعاقة مبادلة مدرستي عرف شعار مكاني بينكم أو إيش سبب إطلاقه شعار أطلقه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بسبب زيادة وعي المواطن وتوعيتهم لهاي المؤسسة حتى نحافظ عظل المعاقين إيش الشعار الذي هدفه زيادة وعي المواطن نحو همية الدمج التعليمي اللي هي مكاني بينكم طيب نقطة رقم سبعة التغير في النظرة في بعض القضايا الاجتماعية ما القضايا الاجتماعية تغيرت النظرة إليها في المجتمع الأردني أو ما هي مدار تطور المجتمع الأردني بعد الاستقلال أو نظر المجتمع الأردني بعض القضايا الاجتماعية من هذه القضايا هذه الثلاثة السئلة يجب هذه الصيغة بالوزارة التوسع في التعليم مشاركة المرأة في سوق العمل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التغير في النظرة في بعض القضايا الاجتماعية السايدة في المجتمع الأردن يعاني لشو السبب بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التلاتة على المجتمع أثر مثلا النظر لبعض هذه القضايا كالتوسع في التعليم كمان مشاركة المرأة في سوق العمل يعني لأن المرأة صار دورها كبير في سوق العمل فصار عندنا لازم نعمل دور لتنظيم الأسرة ولا الصحة الإنجابية ثمانية الإقبال المتزايد على التعليم أعطيك ثلاثة أسئلة للإقبال المتزايد على التعليم الثلاثة يجبوا في الوزارة تزايد الإقبال على التعليم مظاهره العواملة أدت إلى انخفاض نسبة الأمية طلع هذا السؤال مختلف عن اللي قبله هون العواملة أدت إلى انخفاض نسبة الأمية في المجتمع الأردن هي نفسها مظاهر تزايد الإقبال على التعليم أو أدى التقييم الكبير التقدم الكبير في التعليم لتطور المجتمع الأردني يعلل إجابتهم الأربع نقاط هذول في ظل الموارد المحدودة الأردنية مقارنة بدول المجاورة أصبح الاستثمار في الطاقة البشرية المؤهولة أساس التقدم كمان أصبح الحصول على العمل وما يترتب عليهم بارتفاع مستوى المعيش والاجتماعي مرتبط بالتعليم المعني والأكاديمي ومن مظاهر تزايد الاقبال على التعليم من خفاض المستمع في نسبة الأمية طبعا شباب هذا الجدول مهم جدا 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 بيجي منه أسلي نسبة الأمية في الأردن بين 52 إلى 2015 ممكن يجيب لك الثاني وانت تحط النسبة تمام وممكن يجيب النسبة وانت تحط الثاني يحفظه زي اسمك ومعطيك هون سؤال عليه بلغت نسبة الأمية في الأردن بال2009 قديش من وين جيبت من الجدول بامتحان الوزارة ما بيجيب لك جدول انت بدك تكون حافظ هذا الجدول أهمية التعليم في الأردن يعد التعليم جواب العملية التغيير المورد الاقتصادي والأساسي للتنمية في ظل الإمكانيات والأوارد المحدودة أصبح الاستثمار في قطاع التعليم من أبرز ما حققه الأردن على مستوى الدول العالم ودول المتقدمة رفض الأردن دول العربية الشقيقة بالخبرات التعليمية ذات الكفاءة المالية مثلا في تطويره منظومتهم التعليمية والشباب الأردنية لهم دور كبير في أنهم يساعدوا كثير من دول العالم من ناحية تعليمية مثلا الكويت فتحت للأردن كثير مجال حتى معلمين يروحوا على الكويت تطور منظومة التعليم في الدول العربية الشقيقة بسبب رفض الدول العربية الشقيقة بالخبرات التعليمية لماذا تطورت الدول العربية بسبب مساعدة الأردن لها؟ طيب نيجي لهون شوي العنوان شباب مش واضح لو تطور التعليم في العردن طبعا بسبب البقعة السوداء الموجودة هون تتبع مراحل تطور التعليم في عهد الإمارة نيجي لتطور التعليم في عهد الإمارة تمام يا شباب؟ بدأ الاهتمام بالتعليم والتأسيس الإمارة رغم شح الإمكانيات اللي بلغ عدد المدارس فيها ثلاث مدارس ثانوية متوسطة وهي تبعات الدراسات العليا مدتها سنتين في الصلط وإربد والكراك بعدين مدرسة صلطة ثانوية مدت الدراسة فيها أربع سنوات ثم تبعاتها ثلاث مدارس إربد والكراك ومعا دير بالك كثير 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 عليهم ممكن يجيب لك مدة الدراسة في متى أصبحت مدرسة صلطة ثانوية قداش كانت مدة الدراسة فيها اللي مثلا كانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات أو ممكن يجيب لنا مدارس ثانوية متوسطة قداش مدة الدراسة فيها ليسانتين نقطة رقم اثنين أصبحت في شرق الأردن بالألف تعمية واحد تلاثين خمسون مدرسة للذكور وعجر مدارس للإينات وطبعا إنت بتكملها شباب دي ربالك وعد عدائر هون قسمت بموجب الإمارة من الناحية التعليمي ثلاث ألوية دير بالك عليهم كثير أذكرها هي الألوية ألوية التعليمية لواء عجلون لواء الكرك ومعان ولواء البلقاء وتنوعة المدارس فيها بين حكومي وخاصة كانت طلاب في التسعة وثلاثين يتخرجون من المدارس والألوية بعد اختيار الامتحانات المدرسية شوفوا هذا النظام أو بلغ عدد المدارس في الأردن بعد استقلال سبعة وسبعين مدرسة حكومية ديروا بالكو عليهم كثير وتطورت عدد المدارس ليش؟ لأنه افتتحوا المدارس وكان مقتصر على المدن انتبوا علي بهذا العهد بعد الامارة كان اشي اسمه المترك يا جماعة انتبوا علي الطالب كان يقدم امتحان بالصف التاسع اللي هو حاليا تاسع كان اسمه ثالث اعدادي إذن كان السابع اول اعدادي والثامن ثاني اعدادي والتاسع ثالث اعدادي اسمه كان يقدم امتحان وزارة إذا نجح بروح على الاول ثنوي زي اليوم الطالب اذا منجح بروح على الجامعة وكان يروح على الاول ثنوي اللي هو العاشر والثاني ثنوي اللي هو الاول ثنوي والثاني ثنوي كان اسمه ثالث ثنوي التوجيه اللي بقدم مترك اللي هو وزارة كان في بعض الدول يحتاجوا للتدريس في كثير من المعلمين درسوا بعد الصف العاشر اللي هو الثالث دادي بعد ما قدموا إشي اسمه المترك تمام طيب صدور نظام المعلومات وتعديلاته بالتسعة وثلاثين وقد قسمت الإمارة بمجبه ناحية تعليمية لثلاث ألوية اللي هو لواء الكراك ولواء البلقاء ولواء إمعان عرف مدارس تنوية متوسطة هي مدارس تأسست في عادي الإمارة مدة الدراسة فيها سنتين في الصلط وإربد والكراك